السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته قبل أن نذهب على المقادير لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس دعنا نذهب على مقادير وصفتنا لليوم أول شيء يحتاج عندي 250 جرام مي 150 جرام طحين 4 حبات بيض 75 جرام زبدة بحرارة الغرفة 25 جرام زيت أبيض مع الأصغيرة سكر نصف مع الأصغيرة ملح ورشة فانيليا أول خطوة اليوم بطريقة تحضير الكلير بدي أخلط المي مع الزبدة طبعا ها أول شيء شغلي بيكون على البارد بنتبه هون ما بدي أشعر النار تحت الطنجرة فأضيف أول شيء بحط المي وبضيف فوق منها الزبدة زبدة بقطعة لمكعبات كيوب كما تكون شايفينها لحتى تدوب بسرعة بالمي قبل ما تغلي وبضيف فوق منها الزيت الأبيض وبضيف السكر وبضيف كمية الفانيليا وممكن ضيف معي الملح أو أخلط الملح مع الطحين وضيفه بمرحلة للي بعدها هون أنا خلطت الملح مع الطحين وهلأ بشغل النار تحت الطنجرة أو تحت الوعاء على نار متوسطة وبحاول قلب الزبدة مع المي لحتى تدوب بسرعة بدي انتبه هون لخطوة كتير مهمة أو لمرحلة كتير مهمة إنه لازم الزبدة تدوب قبل ما تغلي المي ما بدي المي تغلي كتير وتتبخر وتقل كميتها مثل ما كم لاحظين هون الزبدة دابت والمي بلشت تغلي فبالمرحلة هاي أنا بضيف عليها كمية الطحين ممكن قطفي النار تحت الطنجرة لضيف الطحين لحتى ما تعمل تكتلات معي أو بحطها على نار هادية كتير وببلش بها المرحلة هاي قلب الطحين لحتى يتشرب معي المي والزبدة الموجودين بدي انتبه بها المرحلة في خطوة كتير مهمة إنه لازم أنا قلب الطحين مع الزبدة مع المي تقريبا لمدة عشر داية على نار هادية كتير لحتى تتشرب تمام وتنطبخ معي حبات الطحين والزبدة هاي المرحلة كتير ضرورية وهاي الخطوة كتير ضرورية لازم انتبه لها تقريبا بحاول اطبخ العجينة تمام لمدة عشر دقايق لها الشكل هاد هيك عجينتي صارت جاهزة تقريبا مضع عليها سبعة بمين دقايق عن نار صارت هيك جاهزة وناشفة تماما وانطبخت ومتماسكة بشكل جيد هلا بنتقل للمرحلة اليلي بعدها بدي اسكوب العجين بالعجانة أو ممكن اخفقها اخفق البيض محا اخلط البيض محا بشكل يدوي انا هون حطيتها على العجانة ولحستخدم المضرب بالكف بها العملية هي طبعا بحطها على سرعة متوسطة ونبلش اضيف عليها حبات البيض قبل ما اضيف البيض بدي اتاكد انه العجينة صارت باردة متن ما لكم ملاحظين هون العجينة لساعة تستخنف فبدورها تقريبا تلات اربع دقايق لحتى يخرج منها البخار وتبلش تبرد ما اضيف عليها البيض بهالمرحلة هاي لان البيض هو بينطبخ وما بيعطيني النتيجة للي بديها مبدئيا انا هون حاستخدم اربع حبات بيض وهلا لاحقلكون ازا كان العجينة احتاجت اكتر من هيك شنون بنزد له طبعا البيض حبات البيض منضيفهم بيضة بيضة واحدة واحدة بدي استنى كل حبة لحتى تشرب العجين البيض تمام وبرجع اضيف الحبة للي بعدها انا ضفت هون اول بيضة وهلا حضيف التانية طبعا متن ما لكم لاحظين هيك اختفت البيضة تماما وشربتها العجين فبرجع اضيف البيضة التانية هلا بهالمرحلة هاي انا نحقلكون امتى منعرف احنا انه العجين اكتفها من البيض متن ما منعرف الحبات البيض فيه كبير وفيه صغير فهون ما حيزلط معي العيار على هوا العدد تماما فمتن ما بلاحظ اللي هون اقربوا اقرب لكم الكاميرا العجين بس نضف لها حبة البيض تتحول لون لامع تماما وتفتت عن بعضها فبنتظر عليها تماما لحتى تشرب البيض وتصيمت ماسكة لازم حافظ انا امتى بعرف انه العجين اكتفها من حبات البيض لما بتضل عليها اللمعة هلا لا حصوركم انا هون ضفت البيض الرابعة متن ما ملاحظين هلا هون العجين اه فيه لمعة لازم هاللمعة تضل اذا اختفت اللمعة هاي معناتها العجين شري بالبيض ولسه بده بيض اكتر من هيك هاي نقطة كتير مهمة لازم تنتبهولها متن ما كم ملاحظين هون العجين شري بالبيض كله ولساته ناشف راحت اللمعة منه فهون بيحتاج بيضة خامسة البيضة الخامسة طبعا ما اضيفها كلها دفعة واحدة لانه ممكن انه ياخد نصف بيضة او اقل او اكتر فالبيضة بخفقة وبحاول اضيفها على دفعتين او ثلاث دفعات لاحظوا معي شلون العجين هون صار ناشف وبيحتاج جسا بيض فهون انا هستمت بيضة خامسة متما ذكرت لكم لح اسكب او شي نص مقدار البيضة وانتظر عليها شوي لحتى شوفها اذا احتاجت اكتر ضفلة هون نشفت لح ضفلك مات البيضة لحقرب لكم الكاميرا شوفوا معي هلا هيك اللمعة موجودة اذا ضلت اللمعة ولح ورجيكم هلا طبعا كيف ممكن نفحص العجين ونعرف انه اكتفها من البيض او لا بس بدي انتباه هون انا ما اضيف البيض البيضة الخامسة كلها سوا لانه اذا زالك كمية البيض صعب اصلاحها العجينة هلا لح وقف المكانة اللمعة لساعة موجودة وهلا هقرب لكم الكاميرا ورجيكم ياها لحظوا معي شلون العجين فيه لمعة وطري معنو لا نشف هاي نقطة كتير مهمة وهلا انا لح واجيكم طريقة فحص العجينة بعمل خط فيها لح قدركن اياها بعمل خط بالعجين بالاسباتول اللي معي بدي لاحظ انه العجين ما اختفى فورا الخط اللي موجود فيه ومنفس الوقت اللي عم يضب شوي شوي لح قدركن اياها وقرب لكم الكاميرا حتى حتى تشوفوا معي تمام لاحظوا هلا هعمل خط بالاسباتول شوفوا شلون الطرفين الخط عب يضبوا على بعض ببطء هذا يعني انه العجينة صارت جاهزة بعبيها بكيس كريمة طبعا بستعمل هون الفورما اللي بدي اياها او ممكن اعبي العجين بكيس نايلو اعمل ثقب فيه تقريبا اثنين سنتي او سنتي ونص وبلد شكلها بهالشكل هان انا عندي هاي الفورما الموجودة عندي فلح استخدمها طبعا صينية فرن مبطنة بورق زبدة او سيليكون بدي انتبع هون لنقطة مهمة انه لازم يكون الحجم الطول والعرض نفس الاياس تقريبا لحتى الكل يستوي مع بعض بنتبع هون كتير ب سكبة بالصينية بهالشكل ها مثل ما كم لاحظين طريقة كتير سهلة بس بدا تتبعوا خطوات بيضقها هيك عجيمتي صارت جازة هلا بنا ننتقل المرحلة بعدها وهي مرحلة شوية بالفرن بالفرن اول شي انا بحطها على حرارة ميتين بحمي الفرن على درجة حرارة ميتين طبعا اه شغال الفرن اذا فيه مروحة شغال اه بشكل كامل وازا ما في مروحة بشعل الفرن بس من تحت بيضعها اول شي ربع ساعة خمستاشر دايق على درجة حرارة ميتين مت ما كم لاحظين تنفوش وتنتفخ بعدين بنقول اه بنزل درجة الحرارة للمية وستين وبتركها عشر دايق طبعا مشغل الفرن من فوق من تحت اول شي عدرجة حرارة ميتين ربع ساعة بس من تحت بعدين على درجة حرارة مية وستين من تحت وفوق وبس خليص بط في الفرن وبتركب الفرن تقريبا عشر دايق لربع ساعة بتعتيني هاي النتيجة متل ما كم لاحظين هون الكلير خفيف لانه قلبه فاضي ونفخت معي العجين متل ما بدي والتشقوقات هاي اللي طلعت فيها بتختفي طبعا كلها بس تبرود هيك العجين والكلير صار جاهز بس هلا بنتقل لمرحلة الحشوة الحشوة انا هون لحشي بالكريم بتسير موجود طريقة تحديد كريم بتسير بطريقتين على قناتي اللي حتركهم الرابط بصندوق الوصف طبعا ممكن احشيها وممكن لا هي اختيارية او ممكن احشيها بالكريمة او ممكن احشيها كمان بالشوكولة هيترجع للكون هي اختيارية بس طريقة حشوة بهالشكل ها بعمل سقب فيها وبحشية بكيس نايلو او كيس الكريمة طبعا هون انا حشيتهم كلون لحنتقل معكم للمرحلة بعدها هي مرحلة تزينها بالشوكولة ممكن انا اه غطسها بشوكولة ممكن اتركها هيك طبعا حسب الرغبة انا هون عندي شوكولة حصلا كنت استخدموا الشوكولة الصلبة ندوبها بحمام ماي او بالمكرويف مع القليل من الزيت الابيض نعمل لها تغميسها حبات الكلير بالشوكولة بهالشكل متل ماكن شايفين طريقة كتير سهلة نعمل نعمل اشتركوا في القناة بالشوكولات الشوكولات داكنة استناها لتتماسك وممكن انا زي الويش اشتبحها بالشوكولات بيضة كمان شوكولات بيضة دوبتها مع قليل من الزيت الابيض بحمام ماي او بالميكرويف بهالشكلها متل ما اكون شايفين طبعا الوصفة متل ما لاحظته كتير سهلة بس هي بدها شوية انتباه وشوية تقيض وضقة تقيض بطريقة التحضير هيك الكليل صار عندي جاهز بتمنى هالوصفة تنال اعجابكم وبتمنى تكتبولي بالتعليقات شو رأيكم فيها ولا تنسوا دعم القناة قيمولي الفيديو هذا الشي كتير بيرفع من القناة بيساعدني على النمو اكتر وشهرة القناة اكتر وشاركولي الفيديو على واقع التواصل اجتماعي مع اصدقائكم ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك ودفعيل زر الجرس هذا الشي كتير بيفيدنا بالختام انا شيف عادم المطبخي مطبخك لا تسمية بحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعم دعم شكرا شعر شكرا وش ومشت lính شكرا ش شكرا شكرا ش